أصدقائي الصغار أهلاً وسهلاً فيكم في لقاء يديد من برنامجكم الفنان الصغير أصدقائي بداية الحلقة تكون تحية لأصدقائنا وتكون استعداد لتلقي بعض الأفكار ونحن نكون الحين مركزين ونستعد علشان نشوف الأفكار اللي البنات تشغلون فيها في المدارس مدارس البنات وبنفس الوقت الأولاد يأخذون فكرة عن الإنتاج الفني والعمل الفني اللي في مدارس البنات ويشوفون وجه الاختلاف بين شقلهم وبين شقل البنات أولادنا وبناتنا كلهم مثل مثل إن شاء الله ونفس المعاملة ونفس الاهتمام نهتم فيهم ونحن هنا نرحب فيكم من مرسم أبلو فوزية اللي في مدرسة قرناطة المشتركة للبنات ومثل ما أنتم شايفين أو يمكن تشوفون بعد شوية لأن إنتاج قزير في عدة خامات وعدة أفكار اخترنا اليوم لكم فقرة عن النسيج وعن شقل خيوط الصوف والمكربي والسجاد والقطع هذه ومعنا الحين مجموعة من البنات يقولوا لنا أساميهم ويكون أساميكم واضحة ونرحب فيكم إحنا أول وأنتو تقول لأساميكم اسمويا ساعد القديري ثالثة أول مدرسة قرناطة وانتي؟ رفو عيدا بلاجز الكليب ثالثة ثاني مدرسة قرناطة وانتي؟ اسرع علي صالح علي ثالثة أول قرناطة رعزان أحمد شاب الفندي ثالثة أول قرناطة كلكم تقريبا في ثالثة أول قرناطة احنا الحين نبتدي هنا معاك أمسك لش الميكروفون ولا أنت تمسك لش الميكروفون أولا أنا؟ يلا شرحي لنا إسراء اسميك؟ سمية سمية هذه النتيجة نتيجة منتهية صح؟ يعني هذه خالصة للعرض شلون نبتدي؟ شلون نبتدي؟ قل بها شي بس خلي شوفون شنو ورا؟ شنو ورا؟ شنو أكو هالصوب؟ ناخذ عصاتين حكم مثل على شكل زائد ونبدي أول شي نسوي X سقير ناخذ لون مختلف ونبدي نكبر ورا بعض يعني أول شي نحط العصاتين على شكل زائد أو ضرب أو حرف X بالانجليزي صح؟ نزين نربط هنا نثبت نثبت هنا العصاتين طبعا هني خلف اللوحة خلف العمل يلا قل بالحين عشان نشرح بعدين نبدي نسوي شي البداية عشان نثبتها ونبدي نكمل ونكبر الشي نفل البيت العنكبوت نبتدي من مربع صغير إلى مربع أكبر إلى أكبر إلى أن نوصل للمربع النهائي بس الخيوط شون نحركهم؟ يعني بنفهم شون نحرك الخيط؟ نمر الخيط أو شي تحت الأعصائي الأولى من تحت من فوق إلى تحت يعني نشبكها الصوب والرد ننزل تحت بعدين نرتفع لفوق وهني ونشبكها الصوب والرد بني ونفس طريقة البداية تكون شذي؟ البداية لأن هذا المهم البداية أو شي نسوي مثل نفرر أو شي أكس لا البداية هني هذا شون صار هذا المربع؟ نرد على العصى ينزل الخيط الصوب بعدين نسوي تجاه المخالفة وبعدين نأخذ الخيط ونمرر تحت هذه ونفقها يعني كلما نمر على زاوية نروح تحتها نسوي عقدة صغيرة ونرد الصوب الثاني وخلنا نشوف مرة ثانية من الخلف بعد طبعا الحطوبتين هذيلا ينكسون يعني يتغطون بالخيوط ها؟ وهاي شون ثانية؟ نفس الشيء نعرضها أصدقائنا قاعدين ينطرون شوفون لأنه مو شرط يكون الشكل مربع ها؟ ها؟ هذا الشي سمونا الشكل هذا بالهندزة؟ معين معين؟ اي هذا الشكل معين وفيه شكل مربع بس مستطيل يصير مستطيل؟ مستطيل؟ ما فتكر؟ لا ما جربته؟ لا ما يصير ما يصير مستطيل؟ يا مربع يا شكل معين وهذا مربع بس ما قطينا شوي عدل؟ اي نفس الفكرة؟ اي نفس الفكرة طيب الحين لو أصدقائنا يبي يستعينون يعرفون شنو الخشب ها؟ من وين يبع؟ هاي مثلا شنو؟ هاي مثلا شنو؟ هاي مثل ألاق ألاق مكسور أو قديم؟ اي ناخذ العصايتين وبدأ نثبت ونبدأ نكملها وهذه عصايتين عاديين اي نعم اي نعم اوكي نرجع لخطنة صغيرة ولا الكبيرة شا اسمك يا شنت؟ رفيدة عبد العزيز الخليب رفيدة قولي لنا رفيدة هذة إنتاج رفيدة او هذة عملها الإلي راح تشرحها لنا عبارة عن عبارة عن قطاع نايلون أنا نايلون للسدقطع خلي أنا مسكليش الميكروفون سدقطع نكوانا من الجوانب والقاعدة سدقطع من شنو يعني السدقطع من نايلون وين النايلون نايلون هذا نقص على حسب الحجم اللي نبيه حق السلة ونبدين نقصصنان خيطا نخيط الحواف شوي شوي عشان أصدقائنا يفهمون بس المربع هذا نحتاجه مثلا نقصها والمستطيل بدين إذا خلصنا قصينا نحدد الحواف عشان نخيطها ويبعض بدين نسوي الشكل النبيه حق السلة ها يعني نثبت الحواف بالخياطة مو بالصمق لا بالخياطة سوينا الشكل الخارجي خلصنا من هذا الحين شو بقى عندنا الحين بقى عندنا المسكة نقصها على شكل مستطيل ايه؟ بدين نخيطها مثل ما خيطنا مثل ما خيطنا الجوانب بدين إذا عاي شكلنا بنسوي على المسكة والجوانب والقاعدة الخيوط هذه الملونة نحطها عقب ما يخلص الشكل ولا قبل لا أسهل إذا قبل أن نخيط ايه شو شلون يعني المربع أو المستطيل من البلاستيك المقصوص نغطي بالخيوط أول وبعدين نتركبه أحسن؟ ايه أحسن أسهل يعني أسهلة شلون النسيج هذا؟ شلون نمشي فيه؟ قرزة ولا شلون يعني؟ لا إبرة تكون إبرة غير عن إبرة البكرة للخيط ملابس تكون أمتن ايه وفيها الخيط ايه فيها الخيط الصوف ايه وندش منها الصوب ومن الفتحات يعني كنا نسيج كنا قاعد نخيط القماش مجده؟ ايه فتطلع للنتيجة هذي هذي شيني هاي؟ مثل أنا شفت شغلة صغيرة هنا هاي شيني هذي؟ هنم نسويها؟ مو أنا هني يعني من الإنتاج للطالبات من جديد مسكيها شي عشان يشوفونها فوق 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 هنحين امسك الميكروفون انتي تدوده هنا حين هذي نتيجة صغيرة طبعا النتائج ما تكون دايما أحجامها كبيرة هاي نتيجة صغيرة عبارة عن مدالة من نفس البلاستيك هذا نغطيها بالقماش وبعدين نثبتها الظهر قطعتين فوق بعض عدل؟ ايه ها زايد ايه بس يعني قصدي قطعتين فوق بعض ايه فسير سميكة وقوية وسير ميدالية نروح حق المكرميني ها؟ قلت لي شي اسميش انتي؟ سراع علي صالح العلي سراع علي صالح العلي قولي لنا بلا أنا بمسككك الميكروفون ورفع هذي شوية علشان نشوف نوع آخر من أعمال الخيوط الصوف والنسيج من شدي؟ شي سمونا هذا؟ مكرمي نبتدي من وين؟ نبتدي من فوق ايه أول شان يب قطعة خشب قطعة خشب ايه وننزل الخيوط نغطيها ولا نخليها؟ نقطيها ايه مستعيل انتي نغطي قطعة الخشب صح؟ ايه نغطيها بخيوط خيوط صوف ايه ايه وبعدين؟ مع الأبيض لا احنا حين اول نثبت هذي لا؟ ايه ايه وبعدين؟ بعدين ناخذ الخيوط ونركبها على بعض الوردي والأبيض نخلطهم يعني نعقدهم ها؟ ايه طبعا احنا لا بغينا نسوي ايه شكل ايه نحط فيه زرع ولا نحط فيه شيء لازم يكون شكل ايه مو قطعة واحدة يعني لازم مدور عدل كلامي ايه ايه وين نحط الزرع الحين؟ نحط شذي نفسي ها نربط هذي هالصوب شذي نحط داخل الزرع فسر عندنا فتحة؟ ايه نحط فيها الزرع خوش كلام المكرامي المكرامي اسهل من الشغل هذا؟ ايه نفس الشي ولا اصعب؟ هو نفس الشي نفس يعني نفس الانتاج وانتي ايه 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 يلا اقول لي هذي 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 الشغلة هذي تعال جربي هذي مثل اراويها الاصدقاء اول اراويها الاصدقاء ايه هذي عبارة عن علبة شب شلون؟ انا بس تركز عليها الكاميرا تشوفها ايه وبعدين ابتدي انشرح ايه اول قولي لنا شي اسمك بالله حت لمكرفون ايمها ريزان احمد شاب الفندي ايه ريزان قولي لنا بالله قم مسك العلبة هاي شدي وانتي حاتش الاصدقاء قولي لهم اه هي عبارة عن بلاستيك نحط فيه نقيس المقاصر اللي نبيه ونستعمل حق مثلا بوك نظارة ايه محفظة اي شي ايه اه تكون من ست قطع اه فيه اول واحد هذي قطع طويلة هني ام وهني اه ماسك عشان اه تنسك ايه راويهم راويهم خالي شوفهم الماسك ايه ايه ماذا الماسك هذا عشان اه نقدر نسكها امم اللي داخلهم واللكشة اللي نبيها بدأ نركبهم مع بعض خوش يعني نجهز القطع مش هذي من ساعة قلنا لهم اننا ترى من نفس البلاستيك هذا عشان نشوفون اصدقائنا ان هذا البلاستيك المقرم هو اللي نسوي منه اه الاشكال هذي هني الخيط اه او الخط الاخضر هذا اه مكان التثبيت عدل يا رزعن ايه يعني لما نثبت القطع هذي مع هذي نه عن طريق اللون اللي نبيع عشان نسوي اه لون مختلف ها ايه صير احلى ونثبت هذينا بنفس الطريقة وقلنا ان القطع الكبيرة او القطع اللي هي مال في الجوانب نسويها اول عدل نسويها اول بالل بلل نركب لها خيوط الصوف ونسوي النسيج اللي داخلها بعدين نثبتهم بعدين نثبتهم ايه ايه وهذه استعمالاتها ممكن تكون اه تكون علبة للنظارة او اه او محفظة ايه او محفظة ايه وهذه هذي ميدالية هاي ميدالية مثل ميدالية اللي مساع بس شوية ألوانها غير ألوانها مختلفة هذي نسل شي نحط المقاس للنبي كون زائد مرات و هنستفيد منه نحط مثل نتشوزهم مع بعض ايه قطعتين ايه ثلتين و نسوي هني مكان حق الحلقة عشان نحن نفتاح خوش كلا و نقدر نسوي الشكل للنبي هنا ايه على الشيء للنبي الشكل للنبي انت حين الشكلة هذي مع هذي خلاص تمكنت منها تعرفين تسويها في أي وقت في البيت بروحك أي وقت أي أبوتش يقول لش نبي ش اسمه أخوتش نبي تسوي لي قطعة أو علبة ولا شي جاهزة انت و انت حق المكرمية جاهزة وهني رابعنا لها الصوب كلكم يعني أنا بسألكم قصدي أخذتوا خبرة كاملة يعني خلاص عرفتوا شون تسويون الشغلة هذي ايه مصري بالبيت يعني ماكو مشكلة لحين و انت عشان تشتغلين لا ماكو مشكلة ولا في مشكلة اذا كان الحجم هذا كبير ولا صغير لا نفس تسويين قطعة صغيرة او كبيرة نفس الشيء نفسها بس العصات راح تكون صغيرة و نفس الطاقة الا كبيرة او صغيرة لنما ما عندش مشكلة خلاص الخبرة و هاي شي سمونا هاذا الجهاز هاذا مين يتكلم عنه انت هذا عن السدو هذا ايه اه طبعا هذا يبيعونه يعني ايه ايه اه نقدر فيه سوي السدو ايه اه ندخل خيط الصوف ندخل خيوط الصوف ايه بلا شرح يعني ندخل خيوط الصوف هالصوف ايه الروح و الرد الروح و الرد هني الروح و الرد هني مني ومني ايه ايه واعدين وبعدين ناخذ الخيوطة الالوان الي نبيها ايه ماذا فيها هاذي اللي بلاستيك البلاستيك هذا ايه هاذا هذا اللي ندخلها بين الخيوطは الصوف وبعدين نرفع هالى ننزل الخيوط في المشط المشط هوا مثل هذيلة ايه ايه نرفع هذي CONCEMPY لما نرفعها الخيوط اللي فوق يروحون تحت بين الخيط طبعا في نسبة كبيرة من الأصدقاء أو البنات قصدي يعرفون الفكرة هاي لأن هاي مثل اللعبة في محلات الألعاب تتبر هاي الألعاب يعني بس تكون لعبة متطورة شوية يشترونها البنات عشان يشتغلون فيها تبا تقولون شيء عن الأفكار هذه ولا خلاص عشان ننتقل الفقرة ثانية نبروح نشوف القبل عندها خوش فكرة ننتقل الفقرة ثانية أصدقائي أصدقائي الفقرة اللي الحين راح نشوفها كثير من الأصدقاء ساعاتي يشوفون نتائج ملونة لأوراق فيها ألوان متداخلة في المدارس يابون يعرفون الفكرة هاي شلون نطبقها شلون نسويها فقرتنا اليوم راح تكون مع أبلة فوزية بناشي مدرسة تربية الفنية هني معنا في المدرسة مدرسة قرناطة وحنا محاضرين تقريبا كل المواد أو الأدوات اللي نحتاجها أول شي نرحب بأبلة فوزية كيف حالك؟ الحمد لله بس المكروف ما ترفعين شوية احنا الحين بس لمدة دقيقة بس نشرح لأصدقائنا شون راح نسوي وبعدين نبتدي نطبق يعني كيفية الطريقة ايه طبعا مع الطالبات احنا نستخدم عدة شغلات يعني نبدي أول شي بالورق وبعدين نبدي بالأقمشة ونددخل شوي شوي نشوف اللون لي وين يوصل معنا هي عملية تطبيق الألوان الألوان هذه شون نطبق الألوان هذه يعني احنا الحين نحاول نسوي كذا تجربة نشوف أي خامة اللي تنجح معنا في تقطص بالماء والألوان والطريقة هذه ونشوف مدى وصولها للطريقة هذه يعني النتيجة هذه اللي بيدي شلون نوصلها شلون نوصل اجربنا مع اللقطان شفنا القطن يشرب بالماء ايه تركنا اللقطان أخذنا الأشياء اللي داخلة فيها الخامة حرير ستان يعني فيها اللمعة والمسقولة فهي اللي تلقط اللون وتعطينا الدرجة هذه حل نرجع من أول الحين أول شيء المقادير مثل ما يقولون مقادير الأدوات ماء الماء يعني الإناء يكون مسطح يعني لا يكون غزير عشان شوية يلقط اللون وهذا فعندنا الثكنر هذا ما يسمونه لتر كامل يعني تغريبا أربع قلاسات ماء ومعنا عندنا المثبت اللي هو قفشة وحدة خلنشوف المثبت هذا مثبت هذا عبارة عن بودر 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 ناعم نحط نحط على كل لتر قفشة ماء طبعا اللتر أربع قلاسات ماء نحط أربع قفش يعني لا قفشة وحدة كل لتر على كل لتر قفشة وحدة قفشة وحدة بعد تركها لمدة ساعة طبعا أنا أكون خلطتهم جهزتها حق الطالبات يعني ما يضل يعني يضطرون عندي ساعة كاملة فعند الألوان الأساسية اللي هي الأحمر والأزرق والأصفر هي أقدر أخلط منها عدة ألوان طبعا تطلع للألوان اللي مو موجودة معاي مثلا الأخضر والبنفسجي الألوان الثانوية اللي تطلع فكل نقطة يعني أنا ألاحظ ونبه الطالبات أن هي نقطة واحدة ما أكثر والنقطة هذه تتسع بالماي وتشوفون الحركات اللي فيها حلو نقطة تنزل على الماء فتسوي دائرة فتسوي ليدا نحط نقطة ثانية حين طبعا أن النقطة أنا اختياري أي لون إلي أختاره فأحط الأزرق ولاحظ ونبه الطالبات أن اللون الأزرق ما يختلط مع اللون الأحمر نشوف الدائرة تتسع ويدخل اللون الثاني حلو خشكلام اللون الأحمر والأزرق ما يختلطون بس يصيرون يوم بعض يصيرون دائرة بطن دائرة في المو حطيت لون تتوسع وطبعا يتوسع عليه حسب الحجم الموجود عندي فأنا أقدر أكرر اللون لما أنا حطيت أصفر أزرق أصفر أرد أحطت اللون اللي أنا أبيه يعني أفتح أكثر أغلل يعني حركة اللي أنا أبيه صار عندنا مجموعة الحين من الألوان والأحمر أنا خليتها أول دائرة وراح بعيد عني أرد أدخله وحطه نقطة واحدة كافية النقطة واحدة كافية حق مساحة ورقة كاملة تبين أنت حركين الألوان؟ نحرك لأنها في ميزة بعد أنه لما نحرك صير عندنا تداخلات إذا أنا بخليها دائرة بطن دائرة ما أحرك ولا أجيسها زي فتطلع للدوائر مثل ما هي محطوطة عندي بالماء يلا خانسو تجربة الحين فالحين أنا عندي دس سوي حركة بسيطة عشان حركة بسيطة طياب الحركة المشط وهو طبعا قطعة خشبة وعليها أثبت عليها مسامير مسامير وأن قطعة خشبة يعود خشب عندي فأحرك حركة بسيطة يأني أدخل الدوائر على بعضها يأني أطلعها بالحركة حركة بسيطة عشان أصدقائنا يفهمون أنه مو حركة عنيفة ما أدخل أحاول أنه ما أجيس البودر الثابت من تحرك فالألوان الحين سوت لنا تكوين عجيب جدا ما تشوفون انتو لكن قبل فوزيحين تحط الورقة حط لنا الورقة نحط الورقة طبعا الطريقة هذه ما تقتص كلش بالماي لا تاخذ السطح بس السطح شي جميل أيوة خليتش خليتش ماسكتش دي أيوة حركتش عشان الكاميرا بس علشان الماي يعني ما أشيلها رأسا عشان مثل الماي ينزل منها شوية قضب يأصب هاي النتيجة نتيجة فورية ما في يعني يمكن ثانيتين ثانية واحدة شذي حطينا والثانية نرفع على طول والحركة اللي أنا سويتها يعني كل حركة أنت تسويها بالخشب يعني تطلع لك على طول أي خلا ساعد أصدقائنا بس الأحمر تالي الأزرق تالي الأصفر تالي ردينا حطينا أزرق مرة ثانية تالي أحمر دخلنا لألوان الزخارف اللي أنتو تشوفونها هذي حركة العود أو القطعة الخشب اللي تحركنا فيها هي اللي سوينا الزخارف هذي ولا يمكن تتم الزخارف هذي عن طريق الإيد لازم تكون عن طريق الصدفة أو عن طريق الحركة الحركة نشيل هذي ونراويهم واحدة ثانية تونم سوينها إحنا خلي المكروفون عندك شوي هذه قبل التصوير سوينا الحركة طبعا أنتم ترتاحون يعني تشوفونها بهذا الشكل أو تكون بهذا الشكل تصوراتكم أنه أكوني بطة وطائر وفراشة والشغلات هذه ترجع لكم أنتم تتصورون كل واحد له صور ذهنية محطوطة هنا في مخة كل ما شاف شي يتخيل أنه وشاف الشيء الفلان هاي التجربة خلنسوي بعد وحدة على لون أو ألوان مختلفة يمكن تكون خلنحط الأخضر خلنحط الأخضر طبعا بما أنه ما في أخضر أبل فوزية هي كونة الأخضر إلى أن تشتغلي وانا ما نحصل على لون أخضر يمكن مو موجود فحطينا أصفر وزرق صار أخضر حطي شوية بنفسجي البنفسجي كلها واحد صار أكثر كلها واحد اللون البنفسجي أحمر وزرق طبعا حطي حطي أصفر أحط الأصفر خلنشوف بعد يمكن يصير بعد إذا تحب تضيف لون لا أنا 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 ببين الأخضر بس حطي أخضر فوزة الأصفر بعد يوا نبي نبين لون الأخضر يلا حرك الحين شوية ولا بالمشط ذاك أحسن خلنشوف شي طلع لنا أنا أبي نغير هذا المشط فالمشط حركت غير عن هي راح تطلع إن شاء الله هاي حلوة جدا هاي حالوة جدا هاي حالوة جدا هاي حالوة جدا خلي هذا الشكل في الوحي واللون البنفسجي بيّن واضح البنفسجي واضح والأخضر كهو واضح في من الداخل من اللهر خارج من الخارجي ولاحظ أن التكوين القبلي يعني فيه تأثير ما عنا اللقط مع الورقة هذا الأزرق اللي فوق والأصفر من التكوين الأولي اللي سوينا الأولي اللي سوينا خوش كلام في مكان نحطها أو حطيها هناك ونرجع المهم أصدقائي أنا بشرح بقول لكم شي إن النتيجة النتيجة أبرا فوزية ما يحتاج لها يعني يعني ما نتعب في النتيجة نحصل عليها فورية فورية وعندنا عدة نتاج موجودة نشوف التطبيقات مثل أنا راويتهم هذه هاذي لو تشوفونها فيها لون قوي يعني فيهمت يعني قصدي أقوى أقمج من القطعة وهذه القطعة لا فيها لون أخف شوية أخف شوية طبعا درجة اللون تختلف من من عمل إلى آخر الزخارف هاذي نشوفها ساعات على أقمشة التنجيد بعض الفساتين وبعض يعني شاربات نشوف عليهم الشغلات هذي فالحين أصدقائنا يبتدوا يفهمون شلون نحصل على الإنتاج هذا هاي الأصفر والأحمر والأزرق شو مسوي لنا هنا مسوي لنا حركة فيها حروف حتى حروف حتى كتابات موجودة هنا حرف الواو كل واحد يتخيل شين يطلع عنده شين حركات اللي صارت نحن طبعا كل واحد يشوف بطريقة تطبيقاتها على الورق نحن نخلش للمرسومين تطبيقات الورق أيها الأصفر أخذني الحين هني عاد ندش عاد على كل لوحة علشان نشوف طبعا ما نطول في اللقطة لأن نحن راح نعطي أصدقائنا فكرة عن النتائج اللي ممكن نحصل عليها وكل نتيجة أكيد تختلف عن النتيجة الأخرى صح أبل فوزية يعني ما تصير نفس الحركة كل مده تختلف عنها نشوف قيرها المساعر كانت الحركة خفيفة هذه تصير الحركة أعنف الحركة أقصد يعني حركة اللون خل أصدقائنا الأصغار يفهمون عشان يعرفون يتكلمون بالفن حركة اللون أعنف هنا أقوى لو اعتبرنا أن هذه أمواج فتصير أمواج قوية شوية نشوف قيرها هني لا والله هني صار فيه عنف أكثر وصار فيه فوران في اللون أي يعني حسب الحركة صار عندنا حركة عنيفة أصدقائنا اللي يسئلون شلون سر الحركة باللون هذه الحركة باللون بدلا ما يكون اللون سادة اللون واحد فيصير عندنا حركة عنيفة أنا بنراويهم شي يعني اللوحة هذه إن شاء الله لما تركزون راح تشوفونها فاتحة تقريبا لكن إحنا قاصدين الأبل الفوزية قاصدة أنه تطلع اللون فاتح جدا يعني يالله تشوفون حركة الألوان مو عنيفة ليش جذي؟ لأن لها تطبيقات غير التطبيقات هذي أبل الفوزية شنسوي إحنا اللي هو نتكلم عن هذي لشوي إيه رسومات يعني طبعا كل طالبة أنا راح أمسك اللوحة وانتي تشرحين بس خلي الميكروفون يام ميش شوف اللوحة هذي أنا اخترت أجمل اللوحة هني يالله تكلم عنها شوي إيه هذه طبعا البنت حركت الأرضية وخلصت تركناها لمن تنشف فبدت تتخيل شنو الموجود عندها حطت الخطوط على شكل القفص حطت فتشوفونها شنها بغابة يعني كل واحدة توحي لها الأرضية مثل الزجاج المعشق مثل الزجاج المعشق يعني نعتبر أن الرسمة هذي شنها موجودة على الدريشة وعلى النافذة الزجاج المعشق هذه واحدة الثانية اللوحة هذي اللوحة هذي يعني كل طالبة شنو خيالها شنو فكرت فيه فرسمته على شكل إناء وربطتها بالأحبال مع الأرضية فعطتها تكوين أجمل المهم أن التكوينات اللي نحصل عليها نعتبرها أرضية أرضيات يعني بدل ما نشتغل على ورقة بيضة لا على أرضية مرسومة هذه مثلا هذه بعدها من نفس الشي الأرضية كوناها وخلصناها وبدأت الطالبة تزخرفك زخرفة بلون واحد هي اختارت لون واحد ودخلتها على الأرضية عشان يبرز أكثر واللون الأسود طبعا في كل شي نستخدمه أصدقائنا طبعا يفهمون شنو تطبيق النتائج هذه النتيجة هذه طلعت لنا صورة ملونة ما نحطها تشذين عرضها لا يبيلها تطبيق لأن هذه مثل تكوين أرضية تكوين أرضية ونزين خنشوف خندش بالأشياء الصعبة شوية نندش بالأشياء الصعبة هني هذه أبا جورة عدل أبا جورة أنا أحرك شوي الأبا جورة يمكن عشان وقت التصوير أنا قاصد أني أحركها شوي شوي علشان يشوفون لأنها تعطينا عدة اتجاهات من الفاتح للغامج والأقمج والأفتح في درجاتها طبعا أصدقائي لاحظوا أن اللي يشتغل على الأبا جورة غير اللي يشتغل على الورقة الورقة سهل أن نشيلها ونحطها لكن الأبا جورة لا فيها شقل أكثر نراويهم الغطاء نشيل الغطاء هذا يعني إحنا حقينا قماش أبرا فوزيام سويت لنا الغطاء يصينا على قياس الأبا جورة الموجودة عندنا طبعا إذا كان حجمها كبير أكبر وإذا الموجود يعني الشكل عندنا وبعدين نحط لها سير علشان يمسك يمسك الغطاء الأبا جورة وأخذناها وقطصناها نفس ما قطصنا الأوراق الموجود الخام وحطينا الألوان والألوان اللي نحن نبيها نحرك اللي نحن نبيها لأن أنا أقصد بعد أن حركة القماش هنا سهلة نحطها سهلة لكن يومينا بنحط الأبا جورة نفسها أفتحها الصور يبيلها مدة لا لا ترفع هذه لاحظوا معي أصدقائي عدل أبلفوزية طريقة وضع الألوان هذه حين أبا جورة هذه الغطة عبارة عن حديد وقماش ما نقدر نفردها فشلون شذي؟ عدل؟ أخذناها خلا أمسك الميكروفون أخذناها ونفس الشي كونا الألوان نفس ما سويناها بالتجربة الأولى وأمشي شوي شوي طبعا إحنا ما نقدر نقطصها كلها ويطلع للألوان تكوينة يعني مولي أبي أنا صح فأقطص جهة ورفع ورد ألف وتلفين شوي وأقص جهة وأعلم أن أخلص الدائرة كلها وكل تقطيسة تحطين الألوان؟ تقطيسة أحط ألوان يثبت في كل جهة أنا إذا بخفف يعني الحين أنا عندي هني خفيف أنا ما حطيت ألوان أول مرة حطيته بالجهة هذه ثاني مرة أنا أبي أخف فنفس الماء أرد أقطص اللي باقي من اللون هو اللي يلقتها الصور فيصير أخف شوي تعطيني عدة درجات هاي طبعا أصدقائي لما نتكلم ونقول تطبيقات هاي التطبيقات يعني إحنا نسوينا فكرة وهاي تطبيقاتها على الواقع طبعا أنا أعرض لكم شقلات مضحكة الحين بس يعني كله هل جوتي أول قولي جوتي هذا يديد ولا عتيج لا عتيج عتيج أنا ما أخذ شي يديد إيه لأن لو يديد قصد إشان الألوان طلعت أحلى يعني لا هو طبعا إيه يعني ما أخذه كلش بالي مرة واحدة فبدأ لها تقطع نص نصين نستخدمها وتقدر تأخذ يديد وتشتغل فيه لأن أنا المقصود أنه أنا أبي بنسوي الجوتي عشان يلبس الولد أي نحن كتجربة طبعا نجرب في فردة قديمة نشوف التجربة تنجح يمكن تنجح يشرب لهذا القماش الموجود ما أدري الكاميرا واصلة لأن الألوان واضحة على الجوتي طبعا ما نيب جوتي ييلد لا جوتي كتان أو يعني في قماش طبعا مزينين لحطت للون أخضر وفاتح وأخضر قامج عشان يمشي مع الألوان والمهم أنه يلقط يعني اللون لكتجربة مع الطالبات ندور فردة قديمة ونحاول نجربها عادة الطالبة إذا حبتها التجربة تسويها على جوتي كيف عادةها على جوتي تبس سوي لها إشارب روحها المهم أنها عرفت التجربة هذه الأقمش الطائحة عندنا أقمش الستان بس المهم ثبتها عشان ثبتها يمشي عشان خلي حركة تشعي أقمش الستان اللي طايحة عندنا الزوايد هم حاولنا ودخلنا فيها بالألوان عدة قطع وحاولنا ركبناها على شكل شبابيس حق يعني تحب الطالبة هالشغلات هذه أكثر إذا شغل يدها وحاولت أن تتزين طبعا طبعا أحسن من لأن تشتريه من بره يعني منتهى المتعة ومنتهى الوناسة خاصة تشغلها إيه والإحساس بأنها في شخصية يعني البنت عندها شخصية أن تسوي شباسة بروحها بإيدها بروحها وتلبسها والثبت طبعا هذيلا يبيعونهم جاهزين إيه هذيلا جاهزين جاهزة إيه خالية فتقدر الحجم اللي هي تبيه وتركبه بطريقة إيه شون صمك ولا في طريقة الخياط إبرة وخيط وفي طريقة الشمع إيه الذوب الشمع إيه الشمع القوي هذا الشي حق الطالبة الإبرة والخيط كلهم يعرفون خيطون يخيطون يثابتون إيه إيه لقطة شيء أخير للوردة أيها شكلات سهلة الأشكال هذي سهلة طبعا هاي تكون أصلا هذي القطعة القطعة حولناها إلى الشباسة الشباسة إيه نشوف إيه عندنا نفس الشي إم التاج طبعا التاج يكون عادي بالطريقة هذي إيه أهل أبيض عادي بالطريقة هذي نروح اللبسة أول شيء بس فنج إم علشان بس يعني ما يعوين راسها وهي تلبسة يكون 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 الضريقة تقدر يعني تشتغل فيه وبعدين اللغماش اللي عندنا زايد تقدر الدخله بالتاج ويكون شغل إيدها أفضل من أن تشتريه جاهز طبعا إحنا همنا أن أي شغلة فنية تسويها البنت أن يكون لها تطبيقات عملية وتشتغل وتعلق اللوحة في البيت تتحط الشباسة في شعرها تلبس الإشار تلبس تسوي لها منديل واي ترى تطبيقات بس الظهر بنخلص عشان حلقة قادمة إن شاء الله إيه أصدقائي إن شاء الله في الحلقة القادمة نعيد عرض تطبيقات أخرى وأفكار أخرى من هذا العمل والنهاية نشكر أبل فوزية بناشي من مدرسة قرناطة مشتركة ونلتقي معاش مرة ثانية إن شاء الله إن شاء الله شكرا أصدقائي نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع السلام شكرا أصدقائي 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 شكرا